عمال التربية والتكوين نونبوف أهلا بك سيدي مرحبا أهلا وسهلا شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة سيصادق تزيري ويلتحق بنا أيضا بعد لحظات فقط الناشط التربوي عز الدين زروق إذن أبدأ معك سيصادق تزيري نتحدث ربما على العديد من النقاط اللي جات في تصريح وزير التربية الوطنية عند الحكيم بالعابد والبداية خلينا نتحدث على قضية الإجراءات المتعلقة بالترقيح ضد كورونا قال الوزير بأنه سيكون هناك ربما إجراءات جديدة ستضعها الدولة وعلى الجميع الامتثال فيها من خلال هذا التصريح ما الذي تقرأه أنت أولا شكرا على الدعوة تحييليك ولمشاهدين الكرام عبر قراءة النهار فيما يتعلق بهذا التصريح يعني للوهلة الأولى وكأنه فيه إشارة أنه يكون فيها تكون فيها تعليمات فارمة بالجبر تجبر ربما الموظفين وربما المواطنين عموما على أخذ اللقاح ما فهمت من إشارة السيد الوزير في هذا المزمار لكن يعني الجبر وبهذا الشكل ربما ستكون له عواقب أخرى نحن نتمنى أنه نكثرة نكثرة من الوعي من درجة نرفع من درجة الوعي عن طريق المختصيين عن طريق شرح كل القضايا المتعلقة بهذا الملف حتى تكون يكون الذهاب طوعية أفضل من الجبر يعني هذا ما فهمت من خلال هذا التصريح هل يأتي ذلك طبعا والوزير قال أنه عدد الإصابات بوصف عدد الإصابات قال بأنه شيء قليل وقليل جدا ومع ذلك رح تكون هناك إجراءات أكثر ربما سرامة لمستخدمي القطاع القطاع التربية والتعليم هناك نقطة أخرى صادقة زيري الوزير تحدث ربما عن قضية امتحانات السانكيام وقال بأن بعد إلغاء طبعا امتحان السانكيام سيكون هناك امتحان هذا الامتحان لتقييم مكتسبات التلميذ كيف تقرأ هذا الخبر وهذا الإجراء وخاصة أنه ربما الأولياء في الوهلة الأولى يقول لك احنا تهنينا من امتحان السانكيام ربما مع حالة الضغط مع الوضعية الصحية في البلاد وكل ما تشهده أيضا قطاع التربية وضغطات ربما نفسية على الأبناء امتحان آخر لتقييم المكتسبات لدى التلميذ ما في حواه كيف سيكون شكله برأيك بالنسبة لقبل أن أجيبك عن هذا الموضوع نعم عن السؤال الثاني في إضافة بسيطة تفضل الشق الأول ما يتعلق بمواسلة الدراسة والإصابات مثل ما تفضلت ربما هي حالات قليلة جدا على مستوى المدارش لكن هذا يتطلب مننا رفع درجة الحيطة والحذر يتطلب مننا يعني تطبيق البروتوكول الصحيح أكثر والاشتزامات تكون والتباعد إلى آخر في المؤسسات التربوية لحتى نستكمل السنة الدراسية إن شاء الله في أريحية ونصل حتى نصل إلى إنهاء الدراسة بثلاثة فصول ونصل بعد ذلك إلى الامتحانات الرسمية كما يتعلق بالانتحان السنة الخامسة وإلغاؤه نحن ثمنا إلغاء هذا الانتحان ولعدة اعتبارات يعني لدائل العودة إليها لكن اليوم أصبح فيه نقاش حول امتحان نهاية السنة لأنه في القانون التوجيهي نعم فيه بند يتكلم عن أنه المرور من طور إلى طور يكون مسبوق بامتحان طبعا تقييمي لهذا الموضوع أنه وزارة التربية إلى حد الآن لم تفتح عن تحوى هذا الإجراء ولم تفتح نقاش مع ربما الشركاء الاجتماعيين في هذا الموضوع إلى حد الآن نحن نستطيع أن نقول أن هذا الأمر ما زال غامضا فيما يتعلق بهذا الموضوع والأمر جد بسيط في تقديرنا يمكن أن نذهب أن نعتبر الامتحانات الثلاثة هذه الامتحانات تأخذ طبعا رسمي الثلاثيات ويتم الاحتساب فيها خاصة أنه حتى الانتقال معدل الانتقال من السنة الخامسة إلى السنة المتوسط يحتسب للذين لم يأخذوا خمسة من عشر في الامتحان سابقا أن يحتسب لهم معدل الدراسي للسنة ككل زائد ما حصلوا عليهم في الامتحان قسم اثنين بالتالي السنة الدراسية لها دورها أيضا ويمكن أن نعتبرها امتحانات ثلاثيات هي امتحانات للتقييم ويكون فيه منصور واضح في هذا الأمر هذا ويمكن أن نكيفها مع القانون التوجيه فقط في مرحلة الابتدائي في انتظار ربما تعديل هذه المادة في القانون التوجيه ولم لا هل برأيك استاذ صادق يعني من الممكن أن يكون هذا الامتحان التقييمي للتلاميذ من أجل تقييم مكتساباتهم هل سيكون مثلا على شكل ما كنا نعرفه سابقا بالامتحان الأبيض والله إلى حد الآن لم تتضح الصورة يعني يقول بصراحة ووزر التربية إلى حد الآن متكتم على هذا الموضوع لم نناقش مع هذا الموضوع بعد لكن نقول أننا في تقديرنا يمكن أن نمر بسلام في هذا الموضوع لأن لما نستقر نتائج السنوات الماضية نعم أن الجميع ناجح وأن معدل الثلاثيات الثلاثة هو الذي يفصل في النهاية في الانتقال يعني كل من له معدل لبأس به في السنة الدراسية يمر إلى السنة أولى من التعليم المتوسط لكن رغم هذا نشدد في تقديرنا في التقويم الطربوي وفي التقييم الحقيقي أن يكون موضوعيا وأن يعطينا على الأقل ملمح قريب من ما هو مطلوب من الملمح المطلوب سنأولى من التعليم المتوسط عن طريق هذه الامتحانات بعبارة أخرى أن تكون الامتحانات أكثر بقة أكثر موضوعية أن يكون تصحيح فيه صرامة أكثر يعني لا نخوز تلميذ لكن نريد إذا جميل استيصادق سنتحدث سنتحدث أعتذر على المقاطعة استيصادق زيري حتى أتيح الفرصة فقط لضيفنا أيضا سعزدين زروق الناشط التربوي سنتحدث عن امتحانات شهادة المتوسط والبكالورية التي قال الوزير بأنها ستكون في مواعيدها المقررة أتيح المجال الآن للأستاذ عزدين زروق الناشط التربوي أهلا بك سيدي شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة بعد إلغاء امتحان السانكيام إذن كما قلنا وأشرنا وكنت أتحدث مع ضيفنا سيصادق زيري وزارة التربية تعليل عن امتحان لتقييم مكتسبات التلاميذ برأيك هل سيكون هذا الامتحان أو هل الامتحان هذا له جدوى إذا ما نظرنا إلى مسار السنة ككل فصل أول فصل ثاني وفصل ثالث هل هذه الفصول كافية هل هناك جدوى من هذا الامتحان وبرأيك ما هي الأليات وكيف سيتم تنظيم هذا الامتحان وشكله أكيد بارك الله فيك مرحبا بك وبضيفك وبمشاهد الكرام كما ذكر الأستاذ صدق زيري صراحة كان هذا مطلب حتى الأولياء التلاميذ كانوا يطالبونك بقضية إلغاء شهدة سانكيام الآن إذا كنا نلاحظ بأن التلميذ قضية التقييم في حد ذاته في كثير من دول متطورة مع أنت أخذ أشكال أخرى مع أنت بعيدة كل البعد على ما نراه اليوم من قضية التنقيد إذا تكلمنا مثلا على سنة ثانية أو سالسة التلميذ لا يدرك ولا يدرك حتى قضية التنقيد ما هو معناها وما وجدوها مع ذلك ما زال لا يعرف قضية التنقيد إذن القضية المعنية بالتنقيد والتي يعطيها الأولياء أو تلاميذ اهتمام هي قضية سنة ربما الرابعة والخامسة نعم فإذا كان السنة الخامسة إذا سمنا هي حوصلة حوصلة للسنوات السابقة أو هي ارتكاز على أبور كانت تراكمة تعليميا وتربويا حتى أن وصلت إلى السنة الخامسة وبالتالي نقول بأن السنة الخامسة هي معيار لبعث به لتقييم التلاميذ وهو أكثر أكثر جدوى وجدية وموضعية وأكثر تمثيلية لمستوى التلميذ العلمي وما تحصل عليه من المكتفابات قضية أخرى إذا كان ممكن نتكلمنا قضية السنوات الخامسة اللي ربما كنا نتمنى أن تصبح ست سنوات بالنسبة للطور الارتدائي لأن كثير من الأوليال المشتاكون ليست قضية ارتاح ومقضية إلغاء الامتحان ولكن قلو بأنه كنا نطالب كذلك بتمديد السنوات التعليمية في الابتدائي وذلك لتخفيف نعود نرجع نكمل نعود بالجملة كلمة تخفيف المحفظة وتخفيف المحتويات وإعطاء فرصة أكثر وأكبر وأقوى للأساتذة حتى يستطيعوا أن يوصل المعلومات إلى التلاميذ لأنها مرحلة محورية وأساسية هي مرحلة الابتدائي اليوم الابتدائي ما زال ما تحصلوش على قرية الكتابة قرية الخط الحساب القراءة وما إلى ذلك كفر سعزدين دعنا فقط نذهب إلى فاصل ثم نعود لتكملتها قضية مطالب كثيرة من الأولياء بسبب الحجم الساعي ربما بسبب أيضا البرنامج التربوي الكثير فيه من الضغط وأيضا حتى ثقل الحقيبة وأنت قلت بأنه كثير من الأولياء يطالبون بتمديد السنوات إلى ست سنوات يعني نفس النظام الذي كان سابقا أو قديما كان معمول به نعم نعم بارك الله فيك أخي جدي شكرا فيما يخص قضية التمديد هذا مطلب أولياء حتى الطبقة التربوية الأسرة التربوية أدركت بأنه لما قلصنا خمس سنوات وقدسنا كثير من المواد في حجم ساعي غير كافي طبعا لما تتقلص في الوقت وبالتالي راح أزيد إلى ذلك أنه قضية تقسيم الأفواج وتقسيم أفواج أدى إلى مضاعفة عدد الساعة بالنسبة الأساتذة والتكرار المواد وما يسبب فيه من مال الأساتذة وما إلى ذلك كل هذا كل هذا طبعا هذه فترة كورونا كحالة خاصة ولكن حتى في حالة العادية طبعا يكون هناك تقليص وبالتالي العودة وهذا كان نظن بأنه لمح إليه وزير التربية لما قال لربما يكون فيه مراجعات المنظومة التربوية وهذا شيء أسعدنا والذي أسعدنا أكثر هو أن رأينا المنظومة الصحية بمعنى أن نظن باللي فيه استراتيجية رئاسة الجمهورية أنه العودة معانتها عادة تفتح الورشات الكبرى التي يوز منظومة الصحية ومنظومة التربوية وما إلى ذلك هذه كلها إن شاء الله نتمنى أن لا يطول الأمر قضية تخفيف المحفظة كذلك لما يكلمون يقولنا بقضية إمكانية الدولة وما إلى ذلك نظن بكثير من الدول الأفقر مننا اليوم بشموخها وبعظمتها معانتها لا يعقل أنه مازال تنميذ تانير في الخمسة كيلوغرامات على ظهر ما يسببه من أمراض للعامودة الفقرية وتشوهات في الجسد وما إلى ذلك لابد من نظرة جدية إلى هذا الأمر حتى يحل حتى يتحسن مستوى التنميذ على المستوى سنة الخامسة إن شاء الله لسنة السادسة وينتقل بكل قوة العلمية إلى السنة أو إلى الطور ثاني إن شاء الله نعم لكن سيزررق نفهم من كلامك ربما أنه الحديث أنه كثير منها أو لما تحدثت أنت على المنظومة أو تحدثت على تمديد إلى السنة السادسة ربما هذا يفتح نقاط أخرى ونقاش آخر سنناقشه أكيد خلال ساعة إخبارية أخرى دعني فقط أعود إلى سي صادق تزيري رئيس نقابة الاتحاد الوطني عمان التربية والتكوين لنباف سي صادق ربما هناك ابتحانات أيضا شهادة المتوسط والبكالوريا اللي قال الوزير بأنها ستجرى في مواعيدها المقررة برأيك الوضعية الوبائية اللي تمر بها البلاد مخاوفة كثيرة ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا متحور جديد دخل إلى أرض الوطن كل هذه المعطيات وكل هذه المؤشرات هل توحي بأنه ربما ستكون فعلا هذه الامتحانات في وقتها والله ذلك ما نتمنى فيما يتعلق بإجراء الامتحانات في وقتها نعم لكن إذا أردنا أن تكون هذه الامتحانات في وقتها يجب أن نركز على البروتوكول الصحي في المؤسسات التربوية يجب أن نحقق البروتوكول الصحي فعليا يجب أن نذهب مع بعض البعض إلى تلقيح لتحقيق المناعة الجماعية كل هذه الأمور تجعلنا أو تجعل سنة دراسية أكثر أمان لأبنائنا وأكثر أمان لمستقبلهم الدراسية ما يتعلق بالامتحانات الوزير تكلم من حيث ما هو مبرمج أما توقعات الوضع الصحي وماذا سيكون بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين فهذا يعلمه الله لكن تخطيطنا نأمل في تخطيطنا أن نصل إلى امتحانات في وقتها بحول الله أما الوضع الصحي فبالدرجة الأولى يتطلب منا حذرا يتطلب منا حزما حتى نصل إلى بر الأمان بالسنة الدراسية لأن ما زال الوضع يعني مدام أننا أخذنا فقط ثلاث واحد نستطيع أن نقول السنة الدراسية على الأقل على الأقل ننجحها بثلاثيين مثل ما فعلنا في سنة 2020 لكن استيساد قدزيري أضف إلى ذلك مشاكل ربما يتخبط فيها القطاع أيضا قطاع التربية وحسب المعلومات التي متوفرة عندنا أكيد هناك إضراب أعتقد في الجنوب إضراب أو تحذير هكذا ما تم تداوله من قبلكم طبعا لسبب أو لعدة أسباب ربما على رأسها قضية المنطقة الجغرافية أو المنحة الجغرافية فعلا يعني السنة الدراسية أيضا من تحتاج إلى استقرار أكثر تحتاج إلى أننا نفتح حوار جاد وحقيقي فحيح أننا في حوار مستمر مع وزارة التربية لكن الحلول بالنسبة للمطالب الكبرى المطروحة إلى حد الآن لم نتلقى عنها أجوبة ومن بينها هذا الملف الذي تفضلت به ملف الجنوب خاصة فيما يتعلق بمنحة المناطق منحة المناطق وكيفية تحتيش سابعة لأن هذا حق ضائع منذ سنوات هذا ما زال يحتسب إلى غاية الآن على الأجر القاعدي هذا المنح لسنة تسعة وثمانين والتحيين الأخير اللي تم في المنح والتعويضات في سنة تلفين وثمانية وبالتالي فسنوات ضاعت فيها حقوق لموظفين لعمال لأساتذة فتحرك الأساتذة بهذا اليوم الاحتجاجي اللي تم اليوم بشمل نقابتنا لاتحاد الوطن لعمال طربي التكوين طبعا وبفرض من الجمعيات العامة للأساتذة والعمال في هذه المناطق وليس فقط الجنوب الكبير بل حتى الهضاب العليا فيه أيضا ولايات معانية بهذه المنح فيه أيضا منح الأوراس فهي أيضا من نفس الشيء في 1989 يعني تسدد على العجر القاعد لـ 1989 المطلوب اليوم كمطلب أساسي هو أنها تحين ويأخذ أصحابها على العجر الرئيسي نعم هذا ما نتبلغ وهذا ما نوجهه إلى سلطات العليا في البلاد وفي درجة مورية خصوصا أن يؤخذ هذا المنط بجدية بعين الاعتبار أكيد ومن شأنه أيضا أن يعني يجعل استقرار المؤسفات الطربوية جميل أكثر إنجاحا طبعا للسنة الدراسية التكلمة جميل وكل ذلك لصالح ابنانا لصالح ابنانا التلميذ نعم شكرا جزيلا لك استيصاد قدزيلا الرئيس نقبة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك أستاذ عزدي زروقي ربما كلمة في الأخير بالنسبة لأولياء التلميذ والوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد وأيضا بالنسبة لامتحانات باختصار لو سمحت أخي جودي بارك الله وفيك على كل حال ختمها لم يكن مشكن كبيرا وللأسف كنت يعني صراحة التخوف الأولياء هو دائما من قضية الإضرابات وكذلك آخر كلمة لشيخ المربين في صادق الزدير الذي يحترمه كثيرا نتمنى إن شاء الله أنه يكون هناك تفاهم من طرف النقابات وهذا اللي كنا دائما نتكلمه وراحة تتلميذ من راحة الأستاذ وبالتالي العطاء يكون أكثر لما الأستاذ يكون فيه أرياحية نتمنى إن شاء الله في هذا المقام للوصاية أنها كما توعدت أنها تفتح ملفات الشغالات الأساتي بحول الله وقضية أن المدارس والقطاع مع أنتها بعض المدارس ريتعبانة خاصة التي هي تابعة للبلديات رئيس الجمهورية كانت تكلم أو رئيس الحكومة كان قال بأن هناك ميزانية تعود إلى هذه المؤسسة التربوية لترميمها وكذا وما إلى ذلك ونتمنى أن تخصص جزء من هذه الميزانية بحول الله بقضية التلقيح وكل ما يسمح بإجراءات بروتوكولات صحية نحن نأمل ذلك بحول الله عز دين زروق نأمل ذلك وفيك باركة شكرا شكرا جزيلا لك